اشتركوا في القناة تهما انهم يدفعوا على والشينوية لانهم تقاسوا من خلال الكلام اللي كان قالوا في وحدة اللايفات ديال جيب افم وقول والمعاطية فالمحامين رفضوا رفضا تهما انه يدفعوا لي الشيء اللي ادى الى عرقلة الجلسة بكل صراحة انه تم عرقلة الجلسة في حين ان والشينوية متشبت بانه يقلب على محامي باش يدفع عليه كيقول امام القاضي بانه باغي محامي انه يدافع عليه في حين ان القاضي بطبيعة الحال ان القاضي قام بوحد المبادرة انه غادي يتصل بنقيب المحامين بمدينة داري البيضاء ولا غادي يطلب منه باش يكلف محامي بضرورة مؤازرة من خلال المساعدة القضائية باش واحد من المحامين بمدينة داري البيضاء ينوب على والد الشينوية داري اشكال كبير في القضاء هذه من جهة خصوصا ان المحامين وهذه سابقة ان المحامين مبغوش انهم يترافعوا عليه وخي يكون تمان او لا علاش من جوش جوي انه عير او سب المحامين من خلال كما قلنا لايفات دياله ولكن حاجة اخرى انه كي قصف الاعراض من خلال المعاطية الى اخرى فرفضوا هذه واحد الكلمة اللي غادي ينقلوها للمؤثرين والناس اللي كي يطلعوا في السوشال ميديا فهذا حداري لانكم كتغضيت المسائل اللي كتديروها اراد تقدر تكون تولي عليكم نقمة خصوصا في هذه المحاكمة اللي ولاته واحد نقطة لديل التحول اللي شاسعة ماذا تقول النشاطة كتقول والشينوية يواجه القضاء وحده بعد رفض كل المحامين الترافع عنه رفض المحامون المغربة الترافع عنه الشينوية بسبب تصريحاته السابقة التي وصف فيها المحامين بن صابة هذه التصريحات اتارت غضب جمعية المحامين الشباب بالضر البيضاء التي اعتبرت كلامه اهانة مباشرة للمهنة ومساسا بسمعتها ومكاناتها في المجتمع الجمعية اعلنت مواقفها الصارمة بمقاطعته قضائيا ورفض اي محاولة للدفاع عنه مشددة على ان تصريحاته تمثل تشهيرا اعلنيا يتطلب الردع القانوني اللازم طبيعة الحال هما هذو المعلومات بخصوصا القضية الجلسة القادمة ان شاء الله في التاسع والعشرين ونشوفو كيفاش غادي يحلو من هاتشهر نوامبير هنشوفو كيفاش غادي يحلو المعضلة ديال هاد القضية ديال ديال محامين ودبا اخوتي اخواتي الكرام غادي نجي نتقاس معكم احد الفيديو اللي اتاره وحد اه اليوتيوبر وحد ناشط على اليوتيوب واكد في وحد نقطة اللي خطيرة جدا اخواني واخواتي خلال الكلمة ديال هاد المحامي اللي خليكم ردوا البال مع هاد السيدة اللي وراء المحامي ردوا البال مع هاد السيدة وشوفو شنو كدير وغضي يضرركم رأسكم بكل صراحة وش هادشي بالنسبة لي خليونا في كومنتر وش هادشي عادي اللي كدير فيها او مشي عادي انتصال نشوفو هاد الفيديو ونعلقو عليه ركزوا على هاد السيدة اللي كدير اللي لابس الكحل شوفو شنو كدير هذي رف القضية ديال والشينوية شوفوا اشنو كدير هاد السيدة شو شوفوا اشنو جابده واشنو مشات مورا المحامي كدير شوفوا الاخوان اشقدير هاد السيدة اللي لابس الكحل مورا المحامي تخيلوا هذي كيدو على قضية والشينوية وهاد المحامي طرف من الاطراف وتخيلوا هذيك السيدة بركة قد دير فتريكوات وقد دير فكتخيط الملابس ولا كتتعقد الملابس كما كتشوفو فقولونا في نظر ديالكم عندي انا وحد عندي وحد معلومات ولكن غدي نحاول حتى حتى انتم ما قولونا من جهتكم اشنو كدير هاد السيدة وهاد شيره غريب عاجيب اشنو يا المناسب نو انا لتشبته بحقي الدفاء وهو عطان حتى انما كنتشي محامي مثل واحد السيد النقيب هو الملحيف. نسؤول عن هذه المسألة. لماذا؟ نحن سبق قبتال واحد من فيديو يقولون على اسف انه في سبيل المحقيق او غير ذلك. احنا تتعلم عن هذا الموضوع بالموضوع. من سيقرر في هذه المسألة. من النافة النوبة عليه من عدمها او محاذرته من عدمها. هذا السؤال واحد جوبي. جوجس جوجس. سأريكم تصريف خصوص ما وقع اليوم. العقل لا ولا العقل. ما وقع اليوم هو تخير الميلف. انه جاء المطالبين بالحق المداني. لهم مشتكين. وكذلك والسينوية بين قوسين. والسينوية ما زالت شباته في حقيق الدفاع. وهذا حقق. مؤكد هذا هذا حقق السوري كولي في حقيق الدفاع. مؤكده على مسألة جانية. هو ان والسينوية خاد اجل. اخدا اجل. كما تشوفوا هذه السيدة. كما قال المحامي اولا. المحامي قال بانه خاد احد الاجل. اعطاه القاضي احد الاجل. باش يجيب احد محامي. ولكن كيبقى ان النقيب هو الكفيل انه امر شي محامي. بطبيعة الحال. لان كيف كتعرفوا بان هيئة المحامات هي هيئة منظمة وفيها النقباء. كل نقيب كيكون مسؤول على المدينة اللي كي يمثلها. ولكن مجد تكونش غرابة ان احد السيدة جتوراه وبدأت كتنسج في الخيوط هاد الشيرة عجيب غريب. كتصاب تركوات وكتدير اشياء اللي عجيبة غريبة حدا هاد المحامي. وكيف كتعرفوا بان اه اخوان خسن قولوه بكل صراحة. كتعرفوا بان السحر والشعودة هادك الناس كيمتازوا بالسحر والشعودة والليالي وعبادة الجن والشرك والاضريحة وكيعيشوا في الاضريحة وكيديروا الليالي كممشتوا العديد من الفيديوهات اللي كتبين انهم هادك التقوس الغريبة اللي كيديروها واللي كيعيشوا معها فلا حول ولا قوتها الا بالله هادك الطريق ديال الاهداة واذيك الطريق اللي لدخلها كيقول كما كيقول مثل اه لدخلها مفقود واللي خارج منها مولود. بطبيعة الحال هادك اه هي لا 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 عودة هادك طريق لا عودة والناس اللي كيمشوا تجهل هالطريق كي يخرجوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فحداري تم حداري انكم اخواني اخواتي اه تجرؤوا على هاد المسائل ديال السحر والشعواذا لانكم عادت تخرجوا على الحياة ديالكم بحل القمر يا بحل اشياء بحل المخدرات بحل اشياء اه ممنوعات بحل الخمر اي حاجة عادت جرأ عليها فغادي تخرج على الحياة ديالك جملة وتفصيلا واستحرة واحد منهم اراك يخرب البيوت وما كتعيشك شان ما كتعيش الناس اللي كتدير ليهم السحر هم اللي غدي يعيشوا في ضانك لا تلعني تعيش اول واحد في يوم ضانك وغدي تلعك بكل ايام وفي المحطة يتيدك معمرك الله سبحانه وتعالى ما يسهل عليك فتاشي حاجة ورزقك ايو اللي مندمر وعاتولي عيشتك ضانك بطبيعة الحال لانك دخلت في احد الاشياء اللي خطيرة جدا وهي اللي كتعلق بالسحر والشعواذة اخواني اخواتي بغيتكم غير فقط قولوا لي ايش انو كانت كتدير هاد السيدة مورة هاد المحامي باركة تنس تنج في القضية ديال ودشينوية علش باركة كتصوف التريكوات ولا كتصوف هادو هادشي كتنجو احدى مورة الظهر ديال هاد المحامي بطبيعة الحال هاد المحامي راها احتوى كينوب اعلى اه في القضية ديال ودشينوية فبغينا نعرفو علش كتدير هاد الاشياء مو هم ركزوا لي عليها وقول لنا في كومنتير وش هاد السيدة اش لو كتدير بطبيعة الحال وبش كون عدكم ان هاد الناس را ما كيخافوش الله هارك يمشيوا بعيد في اشياء اللي اه دخل في الشرك بطبيعة الحال وهو ما اراه قاطعيني الدهم رحمة الله معاك من الاسف وهو وهاد الفيديو يا بلم الموس كيبين اش شيء من هاد الاشياء مو هم شكرا لكم والى اللقاء في فيديوات قادمة ان شاء الله